بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد أسعد الله أوقاتكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية يتجددوا لقاءنا بكم وحلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن في هذه الحلقة سوف نحاول أن نسلط الضوء على مسألة التأويل والتفسير يصحبنا في هذه الحلقة ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ الباحث الإسلامي حسن كريم الربيعي أهلا وسلم بكم سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بكم السلام فهم القرآن بين التفسير والتأويل هو موضوع هذه الحلقة نحاول في البداية أن نعطي تصور للمشاهد الكريم عن الفرق بين التفسير والتأويل نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وبيت الطيبين الطاهرين واقعا فهم هذا القرآن مفسرا أو مؤولا قضية مهمة جدا لدى المفسرين لدى علماء الكلام والفقه والمسلم هو يحتاج أن يفهم هذا النص باعتباره يعني هو الدستور هو طريقة هو السمة الغالبة للمسلمين هم يحملون القرآن الكريم فهناك طبعا من قال أن التفسير والتأويل شيئا واحد نعم هذا رأي رأي آخر قال لا يختلف التفسير شيء نعم التفسير هو بيان الأشياء الواردة في النص بيان هذه الأشياء يقول له مفسر عالم مفسر يعني يفسر القرآن يعني بيّنه أو ضحه هذا هو كما هي العلاقة بين القرآن والسنة الشريفة والسنة الشريفة يعني العلاقة بين نص نازل من السماء ونص موضح لهذا النص نازل فإذن القرآن هو النص لنازل من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي وهو ثقافة المسلم والنص الشارح له لذلك نقول لا يمكن أن نفصل بينهما يعني لا يمكن نفصل بين القرآن والسنة لأننا راح نفصل بين المتن والهامش لا يمكن هذا الشيء ولذلك يعني هناك دعوات قضية أنه نحن نتبع القرآن نتبع القرآن أو حتى الخليفة الثانية قال حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله وهي دعوة قديمة جديدة هذه أحسنته الآن يعني آت المجاميع التقيت بهم القرآنيون يعني شون تفهم القرآن؟ والقرآن يفهم أي واحد صحيح يفهمه أنت القرآن أكو فهم سطحي أولي ممكن تفهمه لكن أكو بعض الأسرار به يعني إلى مستويات للمعنى شون الآن تدرس أنت بالابتداية يطلق مستوى أول بس من توصل للجامعة يطلق مستوى أعلى تعليل وتحليل وتفسير بعض الأشياء كيف تحلل كيف تقارن كيف فإذن هذا القرآن فيه مستويات مطلب يفهم البسيط ويفهم العالم والإمام له فهم له والنبي له فهم يقارب فهم المعصوم فالتأويل أصبح جزء من عنده باعتبار ذكر عدة مرات يعني ذكر كلمة التأويل غير كلمة التفسير وردت كلمة التفسير وردت في القرآن كلمة التفسير أحسن تفسيرها يعني بعض الآية ما تحضرني الآن بعض أيضا التأويل ورد التأويل بس ورد بمعاني متعددة نعم مثل تأويل أحاديث في قضية يوسف نعم الله علمه تأويل شنو؟ الرؤية الرؤية شتكه رمزية نعم فهو يفك رموز يفكها بشكل واقعي يعني تحدث واقعا كما هي كما قال يعني هذا أيضا نور يعني يكشف عن حقائقها وليس نجول في الغير تأويل اللي يريده هنا أنا صرف المعنى الظاهر إلى غيره هذا موضوع التأويل نعم هذا التأويل الموجود يحدث دائما وين بالمتشابه مو بالمحكم نعم فلا بده بل يجب أن تصرف المعنى الظاهر إلى غيره ولا وقعته بمشكلة نعم لو بقيت على ظاهره وأنت قلت خلاص وأنا أشتغل القرآن إلى ظاهر وظواهر أنت قررته ظاهر القرآن حجه نعم لكن فيما أصدم وين أصدم مسألة الصفات نعم أو أصدم مع مسألة المسائلة يسألونك دائما ما يكون هذا هو السؤال الفلسفي نعم يعني إحنا اتمينا بالجزئيات بالقرآن مع الأسف ولا منها بالكليات نعم لو اتمينا بالكليات كانت جامعة للمسلمين أكثر ما هي مفرقة اللي يتفرق المسلمين وين جزئيات الأشياء يعني الفلسفة شنه الفلسفة ولذلك قالوا الشيطان يكمن في التفاصيل حسن الفلسفة سؤال يسألونك مثلا عن الأهلة نعم مو سؤاله المسلمين يسألونك عن الأهلة قالوا هي مواقيت للناس يسألونك عن الروح شنه الروح يسألونك عن الساعة يعني حتى لفظ الساعة ما تقدر ترجمها الإنجليزية لأن ما تضطي المعنى يوم القيامة تضطي الساعة اليدوية أو الساعة اليومية الجهاز اللي استخدمها هاي أكو مشافة كثيرة في فهم هذا النص وحتى فهم الفهم قد أنت تفهم شيء ويأتي مفسر آخر يفهم غير هذا المعنى اللي أنت ردته وينقد رأيك بهذا التفسير وذلك كثرة التفاسير ليش؟ لاختلاف الأفكار فيما بينه اختلاف الأفكار فكر الصوفي غير الفكر الفقهي غير الفكر المعتزلي يختلف فكل من أيضا يريد أن يفسر بهذا المعنى ولكن علينا أن نجرد من قضية التفسير التفسير العقائدي لأن القرآن للمسلمين جميعا لا هو للزيدية ولا هو للإمامية ولا هو للمالكية ولا هو للجافعية هو سماكم المسلمين فإذا أنا كمسلم أخذ هذا المعنى وأفسر أفسر أبينه أول هنا ما أقدر أقول لك التفسير الظاهر يد الله ما أقول إن الله إلا هو يد ما أقدر أقول قدرة الله قوة الله هيمنة الله وهكذا فهذا التفسير مم بعيد عن الواقع لأنه أنا محكوم بقواعد الله ليس كمثله شيء فلما أقول هو إلى إيد راح القاعدة أصطدم بها تماما وهذا مبحث الخلاف في الصفات بين المسلمين هل تؤول هذه الجمل لو ما تؤول الخلاف في مبحث الصفات إنما منشأه من مسألة عدم قول بعض المسلمين بمسألة التأويل ولذلك يضطروا لأن يتقبلوا بعض التفاصيل من قبيل الجسمية ونحيها أحسنت يعني التأويل إذا نأتي إلى بيانة أكثر من التفسير طبعا أكون نظرية أنه نفسه أكون نظرية التأويل هو باللغة والصلاح واحد هو نفس التأويل التأويل هو بعبارة أهل اللغة الرجوع يعني ترجع إلى النص إلى جذوره هذا النص ترجع إلى أولياته أو ما يسمى بالفكر الغربي جينولوجيا اللفظه نعم إحنا مشكلتنا ما عندنا شيء في تاريخ الأفكار لأن تاريخ الأفكار أنا أعرف جذور اللفظه وتطوراته وتغير دلالاته يعني هذا معجم تاريخي مهم ولا نعتقد أن يشتغلون على معجم تاريخي مهم نعرف به الألفاظ في عصر الناس وما بعد عصر الناس وتحولات اللي صارت بالأفكار هذا طبعا الفكر الأوروبي واسع جداً عدهم معاجم وموسوعات كبيرة به لأن اللفظة في القرن في تطور اللفظ يعني اللفظة في القرن السابع عشر غير اللفظة في القرن العشرين اختلفت الدلالات اختلفت الأشياء فإذن الآن بالتأويل باللغة الرجوع التأويل والتفسير عدهم واحد بعضهم هذا أيضاً قال وهو بيان مراد ومقصود المتكلم بيان مراد المتكلم قال إن بحثة في علم النصر أيضاً لإرادة يعني هو شيء يريد يقول الله سبحانه في هذا النص شيء يريد يقول هذا مبحث مهم دقيق مرادة من يد الله فوق أيديهم شنو شنو مرادة مرادة أنه يريد يبين أنه لا إيد لو مرادة يقول ترى القدرة والهيمنة كناية عن القدرة اليد وهي كناية عن القدرة قدرة الله علم الله قوة الله مهيمنة عليكم تميان شيء تقول انت بيها لأنه ما أعرف كلمة الله سبحانه وتعالى فالمنظومة العقادي هنا تشتغل بالتأويل نعم هذه نقطة النقطة الآخر مثلاً التأويل أتى بمعنى تأويل الرؤية يعني شلون الرؤية رمزية وهو علم فكر رموز الرؤية وكان طبعاً النبي يوسف مشهود له وغيراً حتى غير الأنبياء أيضاً عدهم هاي القدرة لكن يوسف عليه السلام ظهرت بشكل واضح أيضاً بس طلاحاً وقعدنا طبعاً تأويل التاريخ تأويل الحديد تأويل اللفظة كلها موجودة هنا الآن أنا أجي أسرد التاريخ السرد جديد أأولة حسب اعتقادي لذاك نشوف الرواية الزبيرية والرواية الشيعية والرواية الأموية والرواية العباسية اختلفت الروايات هنا وين الرواية اللي عليها منهجية صحيحة حتى تعرف تأويلها صحيح لو مصحية أما أصطلاحاً في له معاني متعددة عندنا أيضاً عند الجمهور أنه التفسير هذا سموه التفسير بالرأي وهذا مردود ما أكو تأويل بالله أنت شنو شنو ضوابط التأويل ما نعرفه إحنا نقول ضوابط التأويل ما نعرفه أنت شنو يقعدكم أهم يقولون أنه هم المؤولون هم اليأولون يرجع للماصم يعني من خصاصة من خصاصة أن يفك هذا الرموز يسألونه يسألونك عن الروح يسألونه النبي بالضبط أيضاً يسألونه الإمام على قادرة ما معنى هذا النص هذا يستطيع لأن هذا له معاني متعددة المعنى المراد من الله سبحانتهه هو هذا المعنى وقد ألجأ الله المسلمين إذا لا يعلم تأويله إلا الله والرازح أحسن في البتالي هناك من يعلم التأويل هناك التأويل ومن يعلم بهذا التأويل هذا على رأي أن الواو عانطفة أما الواو استنافية التأويل المختص بالله سبحانه وتعالى لكن إذا كان مختص بالله سبحانه وتعالى يعني ليش يقوله مختص بعد بالله ما يحتاجي ما يلحك من وجوده إذا كان لا يعرفه واحد إلا هو مشكلة إذا لا رد تجينا مشكلة فالإشكالية لازم أكون شخص يعرفه في رأي الإمامية أنه إما النبي أو المعصوم أكيد هو يعرف ولذلك عندنا كتب بالتأويل كثيرة يعني الشيعة كتبوا في التأويل كتب منها فقدت ومنها وصلت إلينا المعنى الآخر قالوا أن التأويل تفسير باطني نعم أنت تتفسد تفسير باطني تفسير الباطني يعتبرون كفر مثل تفسير الصوفية يعني يفسر الناس تفسير رمزي أو إشارة فكل تفاصيلهم الإشارات ابن عربي وغيره وإشارة وردي منفسروا وإجوا للقرآن فسروا رموز يعني صاروا يعني شون يعني لهم مظاهرية ولا هم مؤولة بالتأويل العلمي هذه مشكلة صارتتهم فإذن هذا نوع أيضا تهمه بالصوفية الباطنية قالوا هذا التأويل معناها الباطنية وأنت شيعا باطني والإسماعيلية باطنية وفرق كثيرة باطنية يجي للنص المعنى بيه على ابن أبي طالب من أتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا قالوا أحبوا علي ابن أبي طالب وقالوا أتشون فسرت هذا إذن هذا التفسير باطني يعني هذا أيضا من ضمن نقود يوجهوها نأخذ فاصل سمعت الشيخ ونكمل هذا الموضوع أحبت المشاهدين فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا إذ قال ربك للملائكة اسجد خضعوا لأمر الله لم يتردد قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقد لما رأوك بصلبه سجد فأنت بكل ما يعني الوجود محمد بكل ما يعني الوجود محمد أقل عدنا لكم أحبة المشاهدين من جديد وحلقة اليوم من برنامج في رحاب القرآن سمعت الشيخ كنتم بصدد بيان المزيد في مسألة التأويل ومعانيه نعم في التعريف الاصطلاحي عرفوا التأويل كما قلنا يعني لا مدرسة أهل البيت قالوا أنه المراد بالتأويل في النصر القرآني هو كشف المراد أكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى شلون أكشف عن مراد الله إذن لازم أأول تأويل بهذا الجانب كأنه مخصص بمن له معرفة وقدرة بالقرآن الكريم نعم غير متاح للجميع غير متاح للجميع في واقع الأمر اللي عرفه من الإمام يعني يسأل الإمام يجاوبه أيضا وهذا أيضا يعني أيضا يعني نقدر مثل هذا الشيء يعني يقولك القرآن مفهوم مو صعب شلون تقولون له شيء أنت تقولون يعني أنه ما يعرفه بس المعصوم يعني حصر بالمعصوم والمعصوم من بلغى مثلا ما هو واسطى إلا يسئله وين الفائدة من عنده فهي أيضا مشكلة واجهه لكن بعد ظهور الكتب كتب التأويل أثبته أن الإمام هو قادر على التأويل في بعض مسائل كثيرة ذكره أو كتبه أنه الإمام سأل الإمام علي عن معنى كذا قال هذا المعنى سأله الإمام الصادق وهكذا بدأوا يأسسون إلى أشياء كثيرة ولذاك الآن عندنا عندنا كتاب تأويل الآيات الظاهرة تأويل الآيات وكتبوا الكثير بعلم التأويل وعلم التفسير وهذا العلم هل إنه مختص بالإمام فقط فقط مختص أم لا قالوا بالاختصاص للمعصوم هي خصوصية للراسخين اللي نذكره بالآية الكريمة في آية سبعة من آل عمران للراسخين بالعلم الراسخون بالعلم هم اللي يعرفون تأويله على التعريف يعني على تفسير وتعريف بعض العلماء وإذا قالوا أن الواو الواو السنافية وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد لم يطلع عليه أحد ما أي شيء وقالوا أن التأويل إصطلاحاً هو حقيقة الشيء حقيقة الشيء ليش؟ لأن التأويل يقع وين؟ بالمحكم لو بالمتشابه 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 نعم حقيقة المتشابه ينصر في لعدة ألفاظ وإن حقياء لفظ ينصر في لها قريب بعيد فحقيقة الشيء هو التأويل ليستطيع أن يكشف مثل هذا وجه الله فثم وجه الله شلون يعني نتعرف على الجسم لهذا يحتمل عدة وجوه القدرة والقوة والأمر والنهي وكذا ومنها أنه وجه الله هذا معنى ظاهر حقيقة ما يريد الله سبحانه وتعالى قد تكون سابق على الآية أو لاحق من بعدها لأن القرآن يفسر بعضاً القرآن يفسر أنت تبحث بالقرآن كله وأيضاً تطابق بعض الآيات وتقارن بالتالي إذا ما تطرع عندك الحق ما تقول من جيبك تفسير بالرأي وتفسير بالرأي منه عنه هذا اللي يقولوه الآن تفسير بالرأي هو منه عنه ولكن أيضاً هذا الكلام عند المفسرين القدامة اللي هم يفسرون بالمأثور ويفسرون برأيهم فيه كلام فيه كلام ليش ما القرآن يتاح للناس جميعاً ما يفسرون وهو شخص يفسر النفس ثم ما يعتقد بها لأنه هذا أحد أسئلتنا وهو أنه لماذا يعني افتر الناس للتأويل وكان الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن واضح ولا يلجئهم إلى التأويل هذا كلامنا يرد لأنه يقول لك للمفسر علوم متعددة يعني ليست علم واحد ولذلك ظهروا ضربوا هاي القاعدة مثل محمد شحرور محمد عبد الجابري محمد أرقون عندك كتاب أيضاً في القرآن ضربوا هاي القاعدة قالوا أنتم محتكرين إلى تفسير القرآن احنا نقدر نفسر القرآن ونقول بس على وجهة أنه قرآنيون رح يكونوا مشكلة لأن تركوا السنة الشريفة اللي هي هي علاقتها موضحة للنص النازل فكيف أعرف طبعاً المشكلة قالوا أنه أننا الحديث لا نستطيع ضبطها فيه وضع وفيه آراء فيه تحريف فيه مشاكل كثيرة هذا القرآن هو ثابت لكن هذا القرآن أيضاً يرمز إياك يعني واسمعي يا جارة فيه نصوص صحيح مباشرة قلوها الله حتى تقرحها ما كفت مشكلة أنت تكتر الوحدية والواحدية أنت من يما تقول لكن هناك بعض الأشياء بالرث بعض الأشياء حتى بالأفكار بالتوحيد ليش اختلفنا بالتوحيد التوحيد نحن اختلفنا به هنا أنا أيضاً صارت مشكلة أنت أنه الله سبحانه وتعالى مجسم لو ممجسم هذا اختلف الشريحة كبيرة قالوا بالجسمية ويتهمه أيضاً أنه شاب من الحكام الذي قاله اتهم اتهم أيضاً بالجسمية قالوا أنه يذهب إلى الجسم يقول بالتجسيم يقول بالتجسيم والجسمية هذا الشيء مشبه وهذه قضية موقع بها بسبب برأيي أن التأويل يحل قضايا مهمة وأن الآن الإمام المعصوم يعني ما موجود ولكن هو التأويل يحل مشاكل كثيرة في الأفكار في الأحكام في غير بالأشياء يعني كأنه يصير حالة توفيقية بيني وبينك أنه نأول هذا المعنى يعني مساء القتل والقتال وكذا هذا اللي الآن هي نظر مساءة القتل والقتال ليه شيء تأخذ بعض القرآن وتكفر ببعض القرآن فيه آيات الرحمة وفيه آيات البسملة وفيه آيات القتل وقتال فممكن فقط أخذ فسل قتل وقاتلهم وأنشئ فرق على هذا الضوء لا أنا أخذ أيضا آيات الرحمة وما رسلناك إلا رحمة العالمين أنت الآن كم رسل للعالم أنت يتحرر مدينة أنت غير تنقل صفات النبي الأكرم صفات النبي الأكرم رحيم شفوق يعفو عن أصحابه لكن أيضا هذه مشكلة الوايات في الحديث تنسب إلى النبي قضية عدم الشفقة يعني كان سببا رويها البخاري وغيرها كان يسب أصحابه إذن ما تنطبق وإصفات القرآنية علينا أن أيضا هنا الروح نقول هذا ما ينطبق على صفات المذكورة بالقرآن الكريم يعني أنت لا تقول بالتأويل وتقول هذا تفسي بالرأي وأنت تعمل بالتأويل أنت أولته لأنسان يعني قائم بالسيف يقاتل بالسيف ويأتي بالناس بالقهر والإكراه هذا إذن مشكلة عندك ويتعارض مع قوله تعالى يتعارض في الديناء سماما يعني واضح هذا التعارض أيضا المعنى اللي قريب إلى نفسه يعني أعتقد يعني برأي القاصر أعتقد عرف السوطي وغيره صرف المعنى الظاهر إلى غيره تنحل تنحل مشكلة الصفات نعم مشكلة الصفات العويصة لياد والرجل وكذا أو له رجل يضح التي يسقط بها من يقول بالتأويل أحسن وذكرها السوطي وغيره من علمائهم أيضا قال التأويل معناه صرف المعنى الظاهر إلى غيره اليد يعني القدرة مو اليد الجارحة فانحلت مشكلة مشكلة المعنى الظاهر في كلمة يد إنما إلى معنى آخر ولذلك يعني يصح أنه هذا القرآن إلى جزئين محكمات ومتشابهات محكمات هو تفسير يعني والمتشابهات صرف المعنى الظاهر إلى غيره ما يقصد هذا المعنى أشار لك هو هذا المعنى ولكن ما يقصد لأن يحاكيك أنت كإنسان بس هو كينونته مو مثلك يختلف عنك هذا طبعا أحد أيضا المصطلحات اللي هي تعريف المصطلح التأويل تعريف الآخر وهو علم يقول وهو علم نعم يعني التأويل ليست يعني قضية عادية هو علم لازم تتعلمه علم المستقل برأسه أحسن يعني كعلم ناسخ والمنسوف نعم هذا قرآن يكون في عام وفي خاص وناسخ ومنسوف وبتأويل يعني شون المسلمين اتحاربوا بيناتهم يعني ما صعل في عد الإمام كان عمار يقول هؤلاء حاربناهم على تنزيله واليوم نحاربهم على تأويله تأويله أي قضية يعني هم رفعوا المصاحف 500 مصاحف رفعوا زين هذا العلام يعني يعني أكبر الحروب أولها التي شنت بين المسلمين يعني بين أمير المؤمنين ومعسكر الشام مرجعها هذا الخلام هو التأويل خلاف تأويل القرآن الكريم مو هو أكو تأويل تسأل عنا حتى تعرف حقيقتها وأكو تأويل أنا صنعا نعم لأنه ما يناسب وضعي يعني ما يناسب أنه واني أنزال من الشام إلا أقول من رفعه والمصاحف أنت ماذا تسأل طبعا بحثها طاحسين في كتاب الفتنة الكبرى يعني في قضية رفع المصاحف أو هم رفعوها بالأخير بعد أنه أو شكوا أن ينزموا لماذا لم يرفعوه في أول أول نعم فهذا شنو يعني وكان سياسة من لا تبدأ القوم بقتال هذا يعني معناه أنا أريد أريد البقية يفهمون أنه يصير بيناتهم قضية التزاحم ويصير بيناتهم عدم فهم الواقع بأنه فعلا أهل القرآن يرفعون لهم يردون حيلة وحدة من الأشياء التي هي ما معروفة ولذلك قال أمير مونين أنا القرآن الناطق إذا كان هذا قرآن صامت أنا قرآن ناطق وله عبارة يرددون المفكرون كثيرا أكثر المفكرين يرددون هذه العبارة أقراها في كتبهم يقول إمام علي عليه السلام القرآن خط مصطور تتكلم به الرجال نعم بس من يتكلم بالقرآن لازم يعرف يعرف تنزيله ويعرف تأويله أيها صعوبته خط مصطور تتكلم به الرجال ابن مجاهد فسر ابن فراط الكوفي فسر بالتفسير المأثور فلان 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 شم تفسير موجود آلا في التفسير بس منه التفسير صحيح اللي أردأ أخذ آني وأتعبد به الذي أشار له القرآن المحصوم الرأس أحسن إحنا الإمامية نعتقد بالمعصوم اعتقاد تام ولكن ليست كل رواية وليست كل قول نفحص بهذا ونبحث عن الدليل ونبحث عن صحة ومصدر وآساس حتى نعتقد به فرؤية التأويل يملكه المعصوم ليست رؤية متطرفة يعني ربما أحد يقول ليش حصلت بالمعصوم ليش ما يشمل غير أيضا يقدر يأول يدرس علم التأويل هذا الشبيه من سؤالنا الأخير اللي هو مثلا إذا كان التأويل منحصر بناس محددين كيف يتسنى للآخرين على مر الأزمان أن يصلوا إلى حقائق القرآن الكريم هذا التأويل هو ما ظل العلم مغزون عند الإمام كل الآية الأثنى عشر كلهم يتكلموا به نعم فقدر يجيب شخص يقول الآية تقول لا مو مثل ما يذهبون الآية بمعنىها كذا يعني موجودة في كتب الآن موجودة كتب وتفسير وآلاف الكتب من هالنوع هذا موجودة فما خلوا أنه كل كل القرآن هم شرحوا وبيّنوا قضية المتشابهات لأن حتى اللي تشابع على هاي قالوا أن هذا تفسيره يعني كذا مثل مثل استوى على العرش نعم استوى على العرش هذه ظاهرة جلوس يعني هذه الجلوسة ومنما رواية الإمام الكاظم استولى على العرش بمعنى استولى استوى بمعنى استولى يعني هاي القضايا مهمة وكثيرة جدا أنا أزعى المجال لأنه لازم إراد حلقات بين هاي الفروقات والأشياء الموجودة اللي يذكروها واللي نفع بها حتى جمهور المسلمين من غير المذاهب نفعوا وقالوا هذا رأي علي بنبي طالب هذا رأي لما عفر الصادق هذا رأي فلان بدأوا يستفيدون لكن مع الأسف ما اهتموا بالتأويل قالوا أن التأويل هو تفسير بالرأي فتركوه أغلب الوسلمين الآن من يقول له هاي مؤولة ما يصدقك يعني يقول لك لا هذا يعني تخريجه أو تخرج من سؤال أو كذا ولا يعني هذا معنى الظاهر الرأي الأخير اللي هو هذا لدينا نص دقيقة رأي الأخير أن هذا لا يبلغه شخص لا بد أن يتعلم التأويل ولذلك عندنا المؤولين في صدر الإسلام المؤولين موجودة اسمائهم أبو ذر مؤول فلا كثير منهم والتابعين وتابع التابعين بقوا يشتغلون بهذا النظام ولكن السياسة منعت قضية هذا العلم وتطورها أحسنتم سمحت شكرا جزيلا لكم سعانا أحسن الله إليكم والشكر وموصول لكم أحبة المشاهدين وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى وموضوع آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة